تقى يعني إنجاز كبير تكلميني عنه استعديته لي ازاي يعني قوليلي الحدث بكل اللي كان يصبقه تمام يا عمتا البطولة اللي فاتت دي احنا حضرنا لها حوالي ثلاث شهور بس يعني احنا ابتدينا نتجمع من ثلاث شهور فكتأول فرصة ان احنا جاهزين فيها هي البطولة التركية فاتمرنا كويس طبعا وعسكرنا كان معسكر مغلق ولا كان معسكر مفتوح يعني مش مغلق قوي عشان طبعا عندنا جامعات ومدارس ومتحانات يعني الدنيا تبقى سهلة شوية لا يعني عاديين في بيوتكو ولا بتروح تقوضوا في معسكر لا بنوض في المعسكر تمام تتمرر مثلا الصبح وبالليل ممكن بعد الظهر ساعات على حسب الظروف فسافرنا بطولة والحمد لله الدنيا كانت كويسة كنا بننافس ناس قوي يعني كان عندنا مثلا فرقة اسبانيا بيسافروا طول الوقت وطول الوقت موجودين قدام الحكام فمتشافين فبيبقى اليوم تقلع الملعب صحيح صحيح احنا بقى بالنسبة لك هتأول مرة نتشاف يعني خطفنا المداليا دي فكان انجاز وكان هناك الحكام وكده كانوا بيقولوا كلام ايجابي عننا انتو كان فرقة كانت مشاركة كان من منتخب كان موجود يعني انا عرفت ان اسبانيا بيلا روسيا نعم كان كتير شعار فكان فرقة بزاق بصراحة يعني اكيد في فرقة مميزة المنتخبات جامدة المميزين اه كان معنا اسبانيا يعني هي دي بيجيبوا اول عالم اه فان احنا نفسهم دي حاجة كويسة وكان الفرق بيننا وبينهم ما كانش كبير كان حاولي نص درجة فهلا فدي كان بنسبة لنا حاجة حافز لنا لبطولات الجاية وطبعا المنتخل اللي هو السامي فاينل ما لعبنا ثلاث وخامس كنا لعبنا مع تركيا على الارضوم وكسبتوك فكسبنا اه يعني كان كمان الفرق اه درجة ونص كان لأ كتير يا طبعا فالحمد لله فالحمد لله نص درجة وبيننا وبين تركيا اه فحنا قريبين يعني بالنسبة لأول خطوة احنا قريبين قوي طب انتو كنت متوقعين ده يعني انا ساعات لما اروح بطولة بقول يا رب بس نعدي التمثيل مشرف لأ والله كنا متوقعين يعني احنا الصراحة تعبنا قوي وربنا ده يعطع بحد صحيح فاحنا تعبنا قوي وروحنا جاهزين ويعني وصلين في نفسنا ان احنا هنجيب ماداليا طبعا كان نفسنا نجيب اول لا هيحصل هيحصل ما فيش حد بيطلع السلم مورا واحدة فهي ان شاء الله اللي جاية يبقى حسن انا بزنس بزنس يعني في جامعة اه كويس بس ما شاء الله بين اعماركو الزغيرة ليسه قدامكو كتير اه الحمد لله